اشتركوا في القناة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حرم الله هذه الجباه عن النار وحرم الله أبدانكم من شوي النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب لا تجعل معنا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم واختم بالسعادة آجالنا واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك يا سامع الصوت اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين يا رب لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم وزدنا علما وعملا يا رب العالمين مرحبا بكم في رياض جنة جديد ومع أفياء الوحي ومع تنزل الملائكة في روضة من رياض الجنان يا رب اجعل نداءنا في ختام لقائنا أن ننادى من السماء قوموا مغفورا لكم قد بد للسيئاتكم حسنات أيها الأحباب إن الله معنا نداء من نبي ختم الله به النبوات فلا يوجد قلب أمرئ على وجه الأرض من البشر أطهر من قلبه ولا أوثق من ندائه ولا أعظم من يقينه نادى بهذا النداء لصاحب معه في حال خوف وفي حال شرود وخلفهم مكة تطاردهم خلفهم صناديد مكة من أدركهم أعطي مئة ناقة حياء كانوا أموات ويدخلون في ذاك الغار ثلاثة أيام وصاحبه خائف لا على نفسه لأن صاحبه في الغار أحب محمد عليه الصلاة والسلام حب لو قسم على أمة محمد لما نقص ولذلك هو الصديق وهو الصادق وهو المحب وهو الثاني اثنين وهو خليفة رسول الله كان يخاف على محمد عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا فيتبسم الوافق المنيب المؤمن المستشعر بمعية الله المستشعر بحماية الله المستشعر بالتوكل على الله قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا ويحكي القرآن في سورة التوبة هذه القصة الجميلة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كافروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن تدري لماذا؟ لأن الحزن مع الشعور بمعية الله حرام من كان الله معه كيف يحزن؟ من كان الله معه كيف يخاف؟ من كان الله معه لو كادته السماوات والأرض يعودون خائبين خاسرين لأن الله معه لأن القوي معه لأن الجبار معه لأن الملك معه إنه الله جل وعلا إن الله معنا ثم يقول لا تحزن وهنا أحبابي سنقف مع المعية وسنقف مع ما نراه في عالم اليوم من فقد لمعاني معية الله فلما فقدت البشرية معنى أن الله معنا استوحشت ضاقت خافت تسلط أعداؤها عليها أكل القوي الضعيف نهش الظالم المظلوم ارتفعت الأنين وارتفع البكاء وزاد الحزن وزاد الاكتئاب أما وربي لو عاد الناس إلى الله فقالوا إنه معنا لارتد كل خائب كل ظالم خائب وسنذكر معية الله لأنبيائه يونس في بطن الحوت ونوح وهو يصنع سفينة في الصحراء وإبراهيم يلقى في النار وهذا النبي العظيم الذي غداً سنتذكر وإياكم شكراً لله على نجاته إنه موسى كليم الله عندما يتقدم للبحر وهو يتلاطم وقد نزع الله من قلوب بني إسرائيل التوكل والثقة والمعية فيقولون له إنا لمدركون فيصيح صيحة الحق والإيمان والثقة بوعد الله كلا إن معي ربي سيهدين فينفلق البحر إذن المعية أيها الأحباب قول العبد إن الله معنا تقال في أحلك الظروف فينقلب الهم فرحاً والضيق سعة والفقر غناً بل الضعف قوة الضعيف يقوى بالله ولا يقوى القوي بنفسه ولذلك عندما أتى بنوا إسرائيل إلى موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد أن جئتنا يعني نحن معذبون من بعد بعتتك وقبل بعتتك وقبل بعتتك قال استعينوا بالله واصبروا واصبروا إن الأرض لله يورثها من شاء من يشاء من عباده لذلك هذه الثقة في قلب هذا النبي هي التي جعلت سحر فرعون ومن مع فرعون ينقلب عليهم سحرهم ويؤمن السحرة ولما وقف موسى وهارون أمام أكبر طاغوت وجبار عرفته الأرض إنه فرعون مدعي الربوبية وخاف أرسل الله لهم الوحي لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فهل يخاف الذي معه الله هل يضجر الذي معه الله وقبل أن أبدأ في درسي إن مستوى الخوف في قلبي وقلبك والوحشة في صدري وصدرك والضيق في حياتي وحياتك والرعد والرعب هذا الذي يدب في أواصر بعضنا هي على مستوى المعية وصحبتك وحفظك لله ولذلك إن الله معنا نداء نقوله في هذه الأزمان يوم أن غرق الناس في المادة وآمنوا بالمشاهد وتركوا الإيمان بالغيب وصار البعض منهم يخاف البعض وصار البعض منهم يتطاول على البعض وصار الظالم منهم يتقوى بقوته وما علم أن الضعيف إذا كان الله معه فلا يسمى ضعيف ألم يورث الله ملك مصر للذين استضعفوا في الأرض فجعلهم أئمة وجعلهم الغالبين ألم يخرج الله فرعون فيما يوافق اليوم غدا أخرجناهم من جنات وعيون وقال الله ما بكت عليهم السماء والأرض عندما دخل البحر وهو قائم كالطود وانطلق موسى بالعصى لا يريد فرعون أن يدخله حتى يبقى خلف الماء الله لا يريد هذا قال الله لموسى واترك البحر رهوا اترك البحر ساكنا اترك البحر أطوادا اترك البحر طريقا يابسا ليس لك هذا يا موسى اخرج أنت ومن معك إنهم جند مغرقون يؤدبهم بالماء اللي الله معه يحرك له ذرات الكون فتتحرك الأرض يتحرك الهواء ينطلق الماء ولله جنود السماوات والأرض ولذلك إذن الله معنا نحتاجها الآن وأعداء الإسلام يحيطون بنا في كل طريق الرافضة وقد زمجروا اليهود وقد عربدوا ومعهم النصارى اتحدوا واجتمعت الأضداد هذه الأيام والأزمان لحرب الإسلام آن لنا أن نقول إن الله معنا بس بشرط فعلا أن نكون نحن معه لأننا لأننا إذا كنا معه كان معنا أما إذا قلنا أنه معنا ولسنا معه فهذه معية كاذبة وليست معية صادقة إن معية النصرة أن ينصرك الله ترى ليس لك حيول ولا قوة كيف ينصرك؟ اترك هذا فقد ينصرك بالذباب قد ينصرك بالمطر قد ينصرك بالقمل قد ينصرك بالجراد قد ينصرك بالريح ولذلك في غزوة بدر عندما أتى ألف كافر يزمجرون معهم القيام ومعهم الدفوف ومعهم الخمرة ويضرب على رؤوسهم يعربدون ووقف الحبيب قد رفع يديه عند العريش قال له الصديق حسبك مناشدتك ربك ربك سمع دعائك لا تهلك نفسك لا تجعل نفسك باخع عليهم يا رسول الله قد ناشد كان يستنصر النصر يستنزل النصر لأنه هو مع الله فماذا قال الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الله أكبر معكم معكم فأنزل المطر أنزل الملائكة جعل المطر ما ينزل في بقعة فيكون طينا وزلقا وتزل الخلف فيه وينزل على البقعة ليس بينها إلا أمتار فتكون موطنة ساكنة أينصر الله عبدا بالنوم نعم في بدر ناموا الصحابة رضي الله عنهم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه اطمئنوا يغشيكم النعاس نعم إنهم مع الله أي ينام أحد وبين يديه رجل قد يرسل سهما أو رحمة رمحا أو يرمي أو يسير بسيف ليقتله وينام نعم إذ يوحي ربك فإذا أصدر الملك جل وعلا الأمر أنه معنا فلا غالب لنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم القضية كلها إذن تدور إلى على سؤال مهم نحن لدينا ثقة أننا إذا كنا معه هو معنا لكننا لازلنا في مربعات الأولى لازلنا نراجع أنفسنا هل نحن مع الله؟ هل أنت مع الله؟ حتى يتنزل عليك النصرة؟ أم لا؟ وقبل أن أبدأ في بعض الفوائد من الآيات آتي إلى بعض من مواقف معية الله هل يشك إنسان أن الله هو القوي أن الله هو المهيم أن الله هو الجبار أنه العظيم أنه الذي خضعت لجبروته الصعاب أنه الذي سجدت له كل من في السماوات والأرض أن الذي سبحت له السماوات وأفلاكها والأرض وسكانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيعهم أي شك نؤمن بهذه القدرة من العظيم؟ لا ومن شك كفر من شك في صفات الله كفر لكننا نؤمن بها دون أن نسأل الله بمدلولها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولذلك عندما قال الحبيب وهذه أول صورة صورة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يخرجه أهل مكة بوحي الله بعد أن يأس من دعوتهم يذهب إلى غار غار في ظلمات غار وبالغار الحية وفي الغار العقرب ويأتون ويقفون بأقدامهم على فم الغار فلا يرون من الذي سلب الأبصار؟ من الذي عماهم؟ من الذي خطف أبصارهم؟ إنه الله يخرج من بين أيديهم ومعهم السيوف مصلة من بطون مكة كلهم شباب أشاوس من كفار مكة يريدون أن يضربوا محمدا عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائر كما زعموا وكما أوصاهم الشيطان فلا يرونه وفي الغار فلا يرونه إن الله معه إن الله معه ولذلك الصديق عندما كان يسير بين يدي رسول الله مرة يمشي بين يديه يخشى من الرصد أن يكون أحد قد جلس بين يديه فيخرج له وإذا تذكر من سيتبعه مشى خلفه رضي الله عنه فلما وقفوا عند الغار خاف والذي بعث محمدا بالحق إن صاحب الحبيب عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه الصديق ما كان يخاف على نفسه ما كان يخاف على نفسه إنما كان يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا تلميذ من تلاميذة مدرسة النبوة هل سيكون إيمانه كإيمان الذي علمه أيكون إيمانه أيكون إيمان مؤمن كإيمان من أرسل للمؤمنين رحمة وهداية ولذلك قاعدة أحبابي في الحياة تعلمون من أكثر ناثقة ومن أكثر نوان طمأنينة ومن الذي لا تهزه الكروب مات أبناؤك الحمد لله اغتنيت الحمد لله احترق بيتك لا يتحرك الأعداء في الطريق لا يتغير من الذي منا يورث هذه الطمأنينة صاحب العمل سيسفرك صاحب العمل سيفصلك الطبيب يقول لابد من بترساقك مصائب تحل علينا أم لا تجد أن بعضهم يرد على المصيبة بابتسامة ابتسامة الرضا إذا كان هذا يرضيك فخذ مني ما ترضى يا رب العالمين مع الله مع الله تتبدد الأحزان كن معه فقط ولذلك الحبيب قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله أكبر ما ظنكم بمجتمع كامل الله معه ما ظنكم بحجيج أتوا لله ألا يكونوا معهم ولذلك كن مع الله هذا السؤال ولذلك القصة الأولى التي نرويها قصة الغار يوم أن رجع كفار مكة خائبين خاسئين وكل من كان يلحق بإمام المتقين يريد قبض عليه مئة ناقة رده الله وعندما لحق سراقة ابن سراقة ابن مالك الجعشمي المدلجي رضي الله عنه وهو سيد مدلج سراقة عندما لحق الحبيب عليه الصلاة والسلام كان ليس بينه وبينه أحد الرمح والسيف والنبل ولكن الله مع الراكب الذي بين يديه هل استطاعت الفرس أن تصل؟ ساخت أقدامها في أرض صلبة ساخت غطست غارت في الأرض فعلم أن ذاك ليس كالبشر ولذلك رب البشر معه فنادى حتى وقف ثم أعطاه الحبيب خطاب الأمان وسواري كسرى وعاد عجيب أيعطيه سواري كسرى وهو لم يستطع أن يمكث في مكة وأهل مكة آذوه وآذوا قومه وأصحابه وهاجر بعضهم للحبشة خائفاً وهاجر البعض إلى المدينة ليحفظ إيمانه أتعطي وأنت الذي خرجت من مكة أخرجتك مكة؟ نعم إن الله معه والذي أوحى إليه بأن يخرج بشره بأنه سيعود لأنه معه ولذلك إذا فقدت في الحياة شيئاً أي شيء صحة أبناء مال زوجة أي وظيفة أي أمر تفقده إذا كنت مع الله فاعلم أنه ما أخذ منك إلا لأنه سيعطيك حتى يرضيك وسيعطيك أضعاف ما أخذ منك لأن الذين معهم أولياؤه أي خاف ولي من أوليائه؟ أي خاف ولي؟ أي خاف من كان الله معه؟ يا أخي الناس يفتخرون بأنهم مع فلان أنا أعمل سائق عند فلان ماشاً سائق ومع ذلك رافع الرأس أجزاء الله خير بأنه ليس فوق رأسه أحد وأنا أعرف زوجتي تعرف زوجة خادم فلان وتلقى الناس يتقوم بالبشر ويذكرون الصلاة بين البشر وأنا والله في مجلس فلان سلمت على فلان وأعطاني الكرت انظر كرته معي الجوال اللي موجود في الكرت ما يرده صلاً مقطوع الله يجزاك خير ولكن تجد أن بعضهم فرحان مغرق في الفرح لأنه يعرف وتلقى بعضهم إذا دخل المستشفى قالوا اطمئن فإن الذي سيجري العملية البروفيسر الله أكد الفل بروفيسر فلان كان الآن اطمئننت وما علم أن الفل بروفيسر يعالج من المرض اللي هو قاعد يعالجه منه ولم يجد له دواء بعد لذلك كلما كان الإنسان مع الله مع القوي فإن الضعيف لا يمكن أن يقوي الضعيف الضعيف ضعيف والله الضعيف ضعيف ولذلك إذا قلنا في درسنا الله معنا محمد بن عبد الله ما هو واقعه ما رأيكم ننظر الواقع أليس واقع خوف كفار مكة خرجوا مئات بالسيوف والجائزة مئتين ناقة ومحمد بن عبد الله ليس عنده إلا غار استند برأسه على صدر صاحبه ونام على فخذه من ضيق الغار حال مخيف تصور الحال حال خوف حتى أنتقل إلى موسى عليه الصلاة والسلام سننتقل الآن معه موسى الحال خوف فرعون من ورائه والجبل على يمينه وجبال على يساره والبحر الهائج بين يديه وقومه قد خذلوه وخارت قواهم ولم يبق مع موسى إلا تالي اثنين هارون ويوشع بن نون يوشع بن نون هو النبي الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل بعد وفاة هارون هؤلاء هو وهارون ويوشع من آمن والبقية عشرات الآلاف إنا لمدركون كأنهم يقولون وهقتنا يا موسى ضيعتنا يا موسى ضاعت الآمال يا موسى وعدتنا ولم تفي بالوعد الآن إنا لمدركون فأتبعوهم مشرقين ولذلك الخوف كل المواقف اللي قالوا كلا إن معي ربي وهذا يقول لا تحزن إن الله معنا مواقف خوف موقف خوف ترتج فيه الفرائص وتزيغ فيه العقول والأبصار والله إنها تطيش العقول موت إنسان منطلق سيقتلك واحد يقول إن الله معنا طيب الآن أين ستنزل النصرة كيف يكون الله معك بحر جبل جيش تدرون عدد جيش موسى جيش فرعون كم في بعض الروايات ذكرها ابن الطبري أن جيش فرعون الأقباط الذين لحقوا بموسى وقومه ألف ألف وستمائة ألف يعني مليون ستمائة ألف فارس هؤلاء بدون ما يحتاج سلاح يأكلونهم أكلاً أو يردونهم للبحر رداً فيغرقون ولذلك المسألة ليس بواحد ولا اثنين تصور غبار ونقع جيش عدده مليون ستمائة ما يوجد الآن حتى جيش على وجه الأرض مليون ستمائة ولو جمعت بعض الدول الجيوش الاحتياطية لها ولذلك أمر محزن أمر مخيف لكن الواثق بأن الله ناصره هل ينفصم عرى الثقة بالله في آخر مرحلة من مراحل الإبتلاء لا موسى في بلاء مع فرعون منذ أن كان في قصره بل فرعون ابتلى أرض مصر كلها أرأيتم أعظم من أن تذبح أطفال وأن تستحيي النساء أرأيتم من بلاء وصفه الله أنه عظيم يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم في أعظم من ذلك يستخدمهم في أخس الصناع ونساؤهم خدم وأطفالهم الذكور تفصل الأرقى رقابهم ويرمى الجنين بعد فصل رقبته في حجر أمه بل وإذا عطالت المرأة الحاملة فترة الحمل بقر بطنها لينزل وليدها أرأيتم أعظم من هذا البلاء استمر البلاء وكان يريد أن يحذر من القدر ولكنه لا يمكن أن يغني حذر من قدر فيربى موسى في قصره ثم يحدث حادثة الرجل القبطي الذي قتله ثم يذهب إلى أرض مدين في بلاء ثم يعود ثم ينبى ثم بعد ذلك يقول الله له إنه لا يخاف لدي المرسلون عندما تحركت العصى في الجانب الغربي من الوادي من البقعة المباركة ثم يعود يا ربي أذهب إلى من قتلته عندهم وقتلت قبطيا ويعدونني بالموت وقد ادعى الربوبية في أحد أكبر من جبروت إنسان يدعي الربوبية الألوهية قد يدعيها البعض ربوبية ولذلك يقال أنه ما ادعى الربوبية إلا ثلاثة فقصمهم الله النمرود بن كنعان فرعون مصر وبخت نصر قيل أن هذا قيل أو أنهم الاثنين فقط تدعوا الربوبية فهذا بالماء غرق وذاك ببعوضة دخلت في أنفه فمات من احتقار لذاك العبد المسكين الذي إذا شريب الماء حبسته البولة وإذا أكل الطعام حبسته العذرة ثم هو يدعي أنه رب مسكين ولذلك البلاء المبين استمر وقال إني وأرسل معي يا أخي هارون لماذا أكبر واسطة في التاريخ رد أن يصدقني هو أفصح مني في الآية هو أفصح مني لسانا ولذلك أرسله الله معه فلما قال إننا نخاف أن فالآية أن ما سمع قال لا تخاف أن يبغي علينا أو أن يطاء قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتيها فانطلقا إليه لاحظ أيها الأحباب ما سبب ثبات موسى وهارون أمام مدعي الربوبية الساخر الواعد بالسجن لتكونن من المسجونين ثم قال ابن لي يا هامان ابن لي صرحاً لماذا يبغى يبني صرح جدار تلة لعلي أبلغ أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين هذه السخرية وهذا البطش وهذه العربدة رد الله بعد ذلك بني إسرائيل في العذاب ولزال يعذبهم وسجد السحرة حتى بلغنا هذا مسلسل الآلام مسلسل الآلام ولزال معنا 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 حتى بلغوا البحر وهنا ماذا قال بني إسرائيل إنا لمدركون خلاص مدركون العين أتبعوهم يعني الشمس الآن أضاءت والشمس قد أشرقت والجيش قد ظهر والنقع والثرام من خلفهم له نقع وغبار مدركون قال كلا ثم سار للبحر والعصة التي لقفت تاك السحر تاك العصة التي كان يهش بها على غنمه تلك العصة التي جعلها الله له آية يتقدم بها على البحر المتلاطم ثم يرفعها بأمر الله ويضرب البحر ضربه فإذا هي طرق يابسة يباب والماء كل فرق كالطود العظيم فلما رآه ورآه بنو إسرائيل ما صدقوا فلما رآه أمر كل سبط وكل قبيلة أن تسلك فج وأن تنطلق ويتجاوز القوم الذين كانوا يستعبدون ويذلون ويظلمون والذين كانوا يذبح أبناؤهم ويستحيى نساؤهم ويمتهنون في أخس الصنائع في من القبط يدخلون البحر نصرة وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه والله مع القائد الذي سار بهم في عباب البحر إن الله معنا قالها محمد وهو يقول عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي ثم يطبق الله البحر على فرعون هنا وقفة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى حب عجيب إخوان أنبياء أولو عزم كان الحبيب عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر موسى دائما ما يذكر موسى لأن موسى أوذي ومحمد عليه الصلاة والسلام أوذي ولذلك قال بعد أحد أحد لقد أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر وأيضا موسى يحبنا تدرون كيف يحبنا هذا النبي المبتلى الذي ابتلي بقومه ما أن تجاوزوا البحر حتى طلب بنو إسرائيل منها يجعل لهم إلها أو آلهة كما لقوم رأوهم يعكفون على أصنام لهم طيب اللي أنقذكم من البحر هذا من هو اللي فلق البحر من هو لماذا هذا الضحف في التوحيد هذا العظيم الذي أراكم آية فلق البحر لكم أتريدون آلهة فلما ذهب لموعد الله للقاء الله وتأخر عليهم قليل أتاهم السامري وجمع حلي نساءهم وصنع لهم عجلا جسدا له خوار ودعاهم للكفر فكفروا وللشرك تألم موسى كثيرا كيف يحبنا في تذكرون قصة الإسراء قصة الصلاة التي نحن معها فلما كتبت خمسين من الذي أشار على الحبيب أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف إنه موسى عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى كما قال الحبيب عندما أتى المدينة أنحن أحق بموسى فصيام الغدي كان واجبا صيام العاشر كان واجبا صيام يوم العاشر من محرم كان واجبا حتى فرض الله في السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان فكان فبقي سنة مؤكدة ورمزا من رموز التوحيد والبراع نبرأ من كفار من المشركين من قومه واليهود فنصوم يوماً قبله أو يوماً بعده كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقص خبره يكفي أن تعلم أنه في كتاب الله كم ذكرت قصة موسى في كتاب الله من مرة قيل أكثر من سبعين مرة وهي خمساً وعشرين مرة قصة صرداً واختصاراً وهذا القص والسرد لماذا فرعون وموسى موسى وفرعون بنو إسرائيل مع موسى وبنو إسرائيل مع السامري وبنو إسرائيل مع هارون ومعه لماذا يرد القرآن علينا قصة موسى حتى لا يحل بنا ما حل بهم وحتى معاشر الأحباب لا نؤذي نبينا كما آذوه ولذلك جعل الله لاحظ قال موسى كلا إن ربي كلا إن معي ربي معي معي فقط ومحمد قال معنا ما الفرق بين معنا ومعي الفرق كبير معنا لأن لم يكن في البقعة تلك إلا محمد بن عبد الله والصديق والصديق عندما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه ما كان مشككا بمعية الله وما كان مكذبا بنصرة الله وما كان تاركا للتوكل بالله بل هو خائف على حبيبه من أذاهم فقال كلا إن قال لا تحزن إن الله معنا لكن موسى عليه الصلاة والسلام أتدرون أن جيشه الذي معه بل أقصد قومه الذين معه كانوا معه وليس كلهم قد آمن به أنقذ الله بني إسرائيل من الغرق وليس كلهم من أهل الإيمان كان مع الله مع موسى ومن كان مع الله رحم الله به من كان معه من كان مع الله رحم الله به من كان معه ولذلك صلاح العبد أحياناً يحفظ الله به صلاح أمة كاملة صلاح أدائرة كاملة صاحب الأب الصالح قد يحفظ الله ذريته فيهديهم الله ولو بعد موته لصلاحه هو فمعية الله إذا حلت حلت البركات أنتقل إلى قصة أخرى نبي بل هو إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام أقصد أبو المرسلين وهو أبو البشر الثاني كما قالوا قيل أنه نوح وقيل أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي ولاحظ هذا هذا يعذب برجل ادعى الربوبية فرعون عذب فرعون عذب فرعون قوم موسى ونصر الله موسى على فرعون وهنا آخر مدعي للبروبية أيضا وهو النمرود وابتلي نبي الله وخليله إبراهيم به تصور عندما أرادوا أن يكيدوه بعد أن كسر وجعل أصنامهم جذابا ورموه في واد وادي جمع الحطب فيه قيل أعوام طوال حتى كانت المرأة إذا مرضت أو مرض ابنها تنذر إن شفي مريضها أن تأتي بحطب لحرق إبراهيم ما شاء الله فلذلك كانت كل أمة بابل بابل الأرض التي بعث فيها كلها تريد إحراقه كلها تريد إحراقه بل إن النار التي أوقدت لنبي الله إبراهيم ممن ينظر طريقة موته وحرقه والده وعمه ينظرون إليه والده نعم كان آزر ينظر إليه بل إن آزر دخل النار بعد أن وقع في النار فسلمه الله دخل فرأى ابنه فإذا هو في حال جميلة وفي حديقة غنى قال إن ربا كان معك لهو الرب الحق طيب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد بنبوته ودائما ما كان الكبراء يتبعون كبراءهم ولذلك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آتارهم مهتدون أو مقتدون هذه التي زلزلت كثيرا ممن لم يؤمن بالأنبياء أعود فلما كان في الهواء يرسل الله إلى إبراهيم ملك الجبال إن شاء أن يطبقها ملك الريح إن شاء أن ينقلها ملك الماء والسحاب والمطر إن شاء أن يطفئها ماذا تريد قال حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر ما أعظمها الكلمة يا أحبابي حسبي الله ونعم الوكيل لا لم يهتز معين الإيمان في قلبه لأنه مع الرحمن ولذلك أحبابي والله إنك قوي في أحلك الظروف في الحياة وأنك قوي والناس عليك وضدك وأنك قوي والظلمات بين يديك ولا نور يضيء الطريق إنك قوي إذا كنت مع القوي إن كنت مع القوي فوالله لا يأتيك ولو كادتك السماوات والأرض فيقع هذا النبي قبل وصوله أحبابي ما تلاحظون الإيمان يتزعزع أحيانا يا دكتور افزع لي فلان يا خار بعضنا تخار قواه عند الملمات الخوف الشديد الرعب القوي في يضربك سيقتلك سينال منك سيفصلك سا 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 ها ثم تأتي في آخر أنا مع الله مع الله مع الله وفي آخر مرحلة وفي آخر حلقة من حلقات المعية يفشل في الاختبار أنبياء الله في آخر مرحلة كانوا أقوى من المراحل قبلها البحر يتواطم معي في الغار وهم أقاقفون معنا هذا والنار تحرقه حسبنا هنا يخرج معين الإيمان الذي كنت تجمعه طيلة الأعوام قال حسبنا الله وما كان الله من كان الله حسبه فليس بضعيف ولذلك أمر الحق جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وهذه آية يؤمن بها من من كان كافر آية النار تكون بردا يموت برد متثلجا زمه ليرا قال وسلاما حتى يجتمع البرد مع السلام فيكون وقوعه حتى قالوا إن النار أصابت القيد في يديه فأطلقتها وأصابت القيد في قدمه فأطلقته ثم وقع في أحسن حال آية من الله لعبد كان مع الله يونس ابن متى عندما ساهم فكان عندما ساهم فكان من المدحضين أو من الذين وقعت عليهم القسمة بأن يلقى في البحر بعد أن اضطرج اضطرب البحر عندما اضطرب البحر وهو كان عليه الصلاة والسلام معهم وكانوا لا يريدونه أن يغرق واستهموا فكان هو الذي وقع عليه السهم من ينرميه الله السفينة ستغرق ولا بد واحد نخفف الحمولة والحمولة من اللي بيلقي نفسه في البحر ولا واحد لكن لا بد أن نضع قرعة فوضعت القرعة فتخرج عليه ثم تخرج عليه ثم قذف بنفسه في البحر ظلمات ليل بهيم وقعر محيط وبحر مخيف ثم التقمه الحوت وهو مليم الله أكبر أي خوف أسألك بالله في هذا والله لو أنك أغلق عليك في باب ظلمة لا ترى النور قط لتحرك فيك كل شيء ولنظ ما أسبلت عينك إذا كنت خائف من أنه قد يفتح الباب فتقطع رأسك أو يفتح الباب وينهى حياتك وأنت في جوف الليل وفي جوف سجن والقيود في عيديك ألا تكون خائفا والله إن يونس كان في أشد من هذه الصورة في أشد حال من هذا البحر يكفي أن تموت في بطن حوت يكفي أن يلتقمك الحوت وبعض الحوت تعرفون كم مساحته بعض الحوت كما هو حوت العنبر لو طفى على الأرض ظن الناس أنها جزيرة أنها جزيرة من الجزر في البحر يجتمع فوق ظهر بعض الحيتان مئة رجل لا يتحرك فإذا اضطرب غرقوا وتعرفون سرية أبي عبيدة رضي الله عنه سرية سيف البحر عندما أرسلهم الحبيب ولم يزودهم إلا بتميرات فلما انتهت التميرات وكانوا يرقبون قافلة مكة فكادوا أن يهلكوا وأكلوا الشجر حتى أخرج الله لهم على شاطئ البحر الأحمر هذا عنبر حتى قيل أن أحد عشر صحابي جلسوا في موقعينه أحد عشر صحابي في العين وما ملأوها وأخذوا زعنفته فأرحلوها الزعانف هذه فأقاموها وأرحلوا بعيرا ووضعوا فوق البحير راحلة أي كأنه شد عليه زادهم ومر من تحت زعنفته ما مسها من كبره وكانوا يأخذون بالقلال مثل الصطول يضع القصطل بقوة في عين الحوت ويخرجها زيتا يقطر زيتا هذا خلق الله نعم هذا خلق الله هذا العنبر أو مثله هو الذي التقم يونس ولا زال يونس مع الله في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت ونداؤه ونداؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم الله أكبر مع الله واحد يسقط في البحر وفي الليل ويتركه قومه ويجلس أيام وإيام طوال ثم يلفظه الحوت على ساحل البحر قد ضعف بدنه فينبت الله عليه شجرة القرع اليقطين فتضله من الشمس لأن بدنه ضعيف فلو أن الشمس أصابت بدنا قديم ما رأى الشمس أحرقته فأضله الله وأكل من القرع واستضل بها ثم عاد إلى قومه فآمن معه قومه كان مع الله حتى تقف يقول العلماء أن العبد إذا كان مع الله أعطاه الله حتى يدهش عقله الله إذا أعطى أدهش العقول يأتيك النصر من حيث لا تعلم لكن السؤال أيها الأخيار هل نحن مع الله أم لا ولذلك معية الله أن تكون مع الله حتى تكون مع الله يجب أن تكون قريبا منه أن تكون قريبا منه إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم هذه المعية ولذلك قسم العلماء قسم العلماء المعية هنا إلى قسمين معية عامة معية عامة ومعية خاصة المعية العامة هي معية العلم والإحاطة الله محيط بخلقه رقيب على عباده سميع بصير يعلم دبيب النمل ويراه فكيوما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله معل عباده ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم معهم هذه المعية العامة وهنا أتوقف ماذا نستفيد من المعية العامة إذا كنت تعلم أن الله معك أن الله يراك هذا عامة للكافر للمؤمن للفاسق للموحد الله معنا ونقول الله معنا ليس في معية الخاصة معية الخاصة نصرة تأييد تقوية رعاية كلا هذه للمتقين لكن في المعية الأولى سأقف عندها إن الله مع أن الله جل وعلا مع عباده ما معنى معهم أن يراهم ليحاسبهم يراقبهم ليخرج لهم كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها توقف أريدك تتوقف من آمن وتيقن أن الله معه رقابة وحسابا واطلاعا هل ممكن يعص الله والله معه ولذلك قال العلماء إن المعية العامة يستفيد العبد منها أن الله يراقبه واللي يراقبه رب العالمين يملي على الملائكة الكرام الكاتبين ماذا ماذا تملي يا شيء أنت لو واحد يصورك وبنعطيك تقرير عنك والتقرير بيرفعك بسبوعين وبيصورك تصوير كامل في حركاتك وسكناتك ذهابك وغدوك ورواحك واش تملي على المصور هذا كل شوي يمعدل الشخصية صحيح وكل شوي يلابس توب ومبتسم بعضهم مكشر فإذا جاءوا يصورونه عطاهم ابتسامة قال هذه ابتسامة التصوير قال ليه لأن هذه الصورة ستبقى فلا أريد يصوروني ولا مكشر يقولوا أنا أعوذ بالله وش وجهك ذاك اليوم لذلك نحن نملي على المصورين أجمل ما نريد صحيح ولو واحد يتابعنا ويكتب تقارير ولا خطأ ليه؟ رقيب يكتب يصور ليحاسب طيب أيها الأحباب الله معك وما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم محان الله بل أنت معك في خلواتك وجلواتك أسألك بالله ماذا أنت عامل وما أنت ممل على الملائكة ليعرضوه على الله وفي كتاب ستلزم هذا الكتاب رقبتك وألزمنا قال الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك أنت اللي كنتم لي ترى كتابك أنت هذا الكتاب أنت الذي الله كان معك أما استشعرت رؤيته أما استشعرت رقابته ولذلك المعيّة العامة المعيّة العامة تفيد المراقبة والله مع المحسنين والإحسان ما هو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اتقوا جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا محسنون أي عبدوا الله على أنهم كأن الله يراهم أو كأنهم هم يرونه وهذا هو الإحسان الذي قال الحبيب أن تعبد الله كأنك تراه وفإن لم تكن تراه فإنه يراك المعيّة العامة إذن تجعل أحبابي قلوبنا حية وإذا رأيت عبد اسمعني بقلبك الله يجزاك خير ما بالأذاني اسمع بقلبك وإذا رأيت عبد في خلواته قليل الحياء من ربه ومع الخلق كثير الحياء كثير الخلق فاعلم أنه قد سقط من عين الله يقول الله نحظ المعيّة قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم هو معهم يعني أنت الآن إذا طلعت بر البيت ما شاء الله مطوّع وفيك خير وكريم وحيي وإذا خلوت بالله بتب آخر وبالجوّال رجل آخر إذا مرت المرأة وليس معها أحد استلمتها فإذا كان حولك بعض أصحابك حوقلت واسترجعت إنا لله وإنا الله أكبر وش هالدين اللي يجيك لأجل المخلوقين يستخفون من الناس أي ذنوبهم في الخفاء من الناس ولا يستخفون أي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نقول لهم أين الله الله يقول وهو معكم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولذلك المعيّة العامة تجعل العبد في استعداد دائم ليعدّ العدّة لسؤال الله إذا سأله يا عبدي أكنت في ليلة كذا وكذا أكنت في ليلة كذا وكذا لما تحرّك الباب وأنت معك مصيبة أو معصية يوم تحرّك الباب خفت يوم تحرّك الباب نخاف والله ببعضنا يخاف لو خلّى رجل بامرأة ثم سمع الهيئة الهيئة كلمة الهيئة بس ها ولا الشرطة ها الشرطة ما الذي يجري في قلبه تعتلج فيه الخوف ويشخص بصره وترتعد فرائصه ويجف فريقه يا رب لا ي... ها الله يسترنا يسترنا طيب اللي أن تسأل يسترك طيب كنت كان يراك كان معك أينك ألم تكن معه ولذلك المعيّة العامة تورث العبد تورث العبد المراقبة ولو لم نخرج من الدرس هذا إلا أننا نكون معه في عامة حياتنا وهذه المعيّة العامة حتى نستحق أن نكون من أصحاب المعيّة الخاصة المعيّة الخاصة ما تستطيع الوصول إليها إلا عبر جسر المعيّة العامة إذا كنت مع الله في السرّاء وفي الضرّاء إذا كنت تحفظ حدود الله تخاف الله تحفظ الله يحفظك تكون معه يكون معك تعرفك في الرّخاء يعرفك في الشدّة سبحانه وتعالى عما يشركون ولذلك معيّة العامة إذا حقّقناها وحقّقنا المراقبة أحبابي تدرون أتعلمون أن حياتنا كلها مصورة أنا أتكلم بلغة العصر التصوير العام نعم هي مصورة كل حياتنا مصورة تدرون أشيّة لتصوّرنا من هو مصورة أي عمل تعمله موجود كبي كبي على تعريفات الشباب صورة مصور نسخة أصلية ومحفوظة في القرص الصلب محفوظة في الدي نعم محفوظة هذه الصور ما تروح الله يزاك خير موجودة من اللي صورنا إنها الأرض الأرض التي نحن نسير فوقها تصوّرنا وكل حركة تصوير سكرت الباب تصوّر برّ الباب تصوّر ما عندك أحد تصوّر اقرأ يومئذ تحدّت أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدّت أخبارها قال أبو هريرة أي تخبر بما صنع أبناؤها فوقها يعني قاعدة الأرض تقدر تجلس في مكان ليس فوق أرض حتى في السماء حتى في السماء أرضك المحيطة بك تحتك ستشهد عليك لأنك في الأصل مع أنهم يقولون الأيام هذه في مخططات نزلت في المريخ وما أدري هم باعوها أو ما باعوها لكنهم إذا باعوها فقد باعوا عقولهم قبل أن يبيعوها نحن ليس لنا إلا الأرض والأرض أمنا خلقنا منها ونعود فيها وتشهد علينا أمام خالقها اللهم إني أعوذ بك من الفضيحة والله الفضيحة قال يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم إذن نحن مصورون فأحذر ترى ممكن أنا وانت نمشيها على واحد تقول واحد والله ما كنت أدري والله فيني مغص أنا صعى أمي ماتت أبوي سؤال الأعذار اللي عندنا ونمشيها على البشر لكن تستطيع تمشي على على رب البشر شهادة الجوارح وشهادة الأرض لذلك كن مع الله فوق أكل أرض يكون الله معك في كل كرب وفي كل ضيق حتى يكون الله جل وعلا معك إذن على قدر قربك من الله يكون الله جل وعلا معك هنا وقفة أيها الأحباب يقول قتادة من يكون مع الله لاسف قتادة رحمه الله من أئمة السلث يقول من يتق الله هذا التحقيق الأول يكون الله معه التقوى توصلك للمعية ثم قال من يتق الله يكون الله ومعه ومن يكون الله معه فلن يغلب لأن الله لا يغلب جنده ولا يخلف وعده يعني اطمئن كن مع الله فمن كان الله معه فلن يغلب ولن يخلف وعده أيضا كتب أحد السلفي إلى أخ الله وترى أحبابه تلاحظون قلة الوصايا قلة بين الأصحاب والأحباب الوصايا كان السلف يتواصون وكانوا يراسلون البعض في أرقص الأرض نحن الآن واتساب وتويتر وفيسبوك واسناب ومدلوش الأسامي ونصف الكلام نكت وضحك وسوالف ودعابات وكلام لا يعني وكلام منزوع الدسم وبعضه ينقض الوضوء لأنه قصص غير طيبة الآن نحتاج إلى من يكتب الرسالة التي أيها الأحباب ترفع الإيمان ولا تكتبها لصق لصق ونص وتحديد أنا أحب أن ترسل أنت أن تكتب أنت لأخيك أكتب أكتب اتق الله إن الله يراك ألم تعلم بأن الله ألم يعلم بأن الله يراك ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم أخي الله معك فهل هو أخف الناظرين إليك محبك بفلان كلمة جميلة توقظ القلب الغافل أحد السلف كتب قال لأخيه أما بعد فإن كان الله معك فممن تخاف وإن كان الله عليك فمن ترجو ما أبلغها الله أكبر إذا كان ربي معك تخاف من فرعونه فرعون أغرقه النمرود أهلك أهل مكة أتوا أتوا إلى إلى دين الإسلام أفواجا ودخل الحبيب مكة ونحر الحبيب في في من في وذبح صناديد الكفر في غزوة الإسلام الأولى يوم الفرقان والقوة غير متكافية لأن الله كان معه أنتدى الله معك ليه تخاف ثم يقول هو وإن لم يكن الله معك فمن ترجو من الذي يعصمك من الله ولذلك ابن نوح عندما قال له يا ابني يركم معنا معنا يعني مع المؤمنين مع الصادقين مع الناجين اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء هذا يلتزم به بجبل يظن أن شيئا من خلق الله يعصم من الله هذا غبي اللي يفكر في أن فيه شيء أن تكون لست مع الله لا يوجد أمامك أحد ينصرك من الله فإذا لعنك فوالله لا يجيرك أحد وإذا منعك فوالله لا يعطيك أحد وإن خوفك والله لا يسعدك أحد وإن بطش بك والله لا ينصرك أحد لأنه الله قال وإن لم يكن معك فمن ترجو الأحد من الخلق ترجوه إلا الله ولذلك رسالة جميلة أيضا قال بعض السلف ناصحا إخوانا من كان الله معه فماذا فقد اللي معه ربي ماذا فقد حتى ولو ما عندك وظيفة ما عندك مال حتى لو ما أعطاك حسنا منه وما أعطاك نسبا ولا وظيفة ولا مالا وقذرك الناس وإلى غير ذلك هل أنت مع الله قال من كان مع الله ماذا فقد ومن كلم يكن مع الله فماذا وجد ماذا وجد ما تلاحظون أن الشقاء أحيانا يحل في قلوب ظاهرها السعادة أبدان ظاهرها السعادة بيوت وتثمينات وسيارات وشركات ومؤسسات وذهاب وإياب وسفريات وزوجات وأكل ومطاعم ومع ذلك في قلبه ضيق وفي صدره حزن ما ذهب وأقسم بجلال الله كما قال الحبيب لا تحزن إن الله معنا أقسم بربي لا إله غيره ولا رب سواه أن الذي ليس الله معه أنه في حزن ما دام فوق الأرض وفي حزن تحتها وفضيحة يوم العرض ولذلك أعداء الإسلام الذين يتقوون هذه الأيام بأسلحتهم وبحدهم وبحديدهم وبجموعهم وبأضدادهم تتوحد على دين الله على عباد الله إذا كان الله مع المؤمنين المرابطين في الأقصى والمؤمنين الصادقين في الشام وفي كل أرض إذا كان الله معهم فوالله لن يترهم أعمالهم ولن يضرهم عدوهم وإن كان العدو يثخن فيهم فلأن الله يريد لشهدائنا الجنة ويريد جل وعلا لأعدائه العذاب والنار والشنار ولذلك ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الحمد لله إذا نصل إلى المعية فنقول إن الله جل وعلا إذا رأيته يملي الظالم والظالمين يزدادون قوة ويقيمون مآتم أبناء الإسلام وينحرون الركع السجد حول البيت المسجد الأقصى وطاغوت الشام يزداد عتوا وأعداء الأرض من أعدائنا من يهود ونصارى ورافضة يتداعون لقتل السنة في بلاد الإسلام إذا رأيت هذا كله فقل إن كان الله معنا فلا غالب لنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا إن نصرة الله قادمة بشرط أن ننصره بشرط أن نكون معه بشرط أن نحقق المعية فإذا حققنا المعية العامة واستصحبنا مراقبته وحققنا التوحيد الخالص في قلوبنا له كان معنا وهنا أنتقل إلى المعية الخاصة المعية الخاصة هي المراد بها نصرة الله لعبده تأييده لعبده أن يكون حافظا لعبده راعيا أن يكون ردءا أن يكون ناصرا له وهذه للمؤمنين خاصة إذا حققت المعية العامة وراقبته واستشعرت ربوبيته وعبوديته وسألته بأسمائه وصفاته وازداد الإيمان لديك وحققت التوحيد وكنت تخافه أكثر من خوف المخلوق ترجوه ما لا ترجو المخلوق تستعين به ولا تستعين بغيره وهنا استحقت الخدمة في المرحلة المتقدمة من المعية إنها المعية الخاصة هذه المعية التي نالت عبادها الصالحين مر العصور أحبابي مر على وجه الأرض عروش من الجبابرة ما دكها الله لأوليائه إلا لما كانوا معه فلما كانوا معه زلزل الله بناء الطواغيت وزلزل بناء وعروش الفراعنة فإن فراعنة العالم الماضي كفراعنة العالم الجديد لكن الله واحد لا يخلف وعده الله واحد لا يخلف وعده واعلم أنها تبدأ نصرة الأمة بك أنت ألا أنت استطيع أن تنظر لماذا الأمة تنهزم لماذا الأمة يتأخر النصر عنها السؤال الصحيح أنت لماذا لم تنصر الأمة بصلاح نفسك بنصى بصلاح نفسك بأن تكون داعية لدين ربك أن تكون آمراً بالمعروف بمعروف وأن تدعو إليه بحكمة وأن تحمل هموم المسلمين وأن تعيش حياة جادة وأن تبعد عن حياة الترف وأن تربي أبناءك أبناء عظماء يعرفون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وأن القوة لله جميعاً وأن عاقبة الأمور بيده وحده فليس لمخلوق عاقبة أمر آخر الأمر لله فلسطين راجع المسجد الأقصى يقيناً ومن شك في عدم رجوعه فليراجع إيمانه الشام ستطهر من أذناب المجوس ومن النصيرية ومن النصارى بعز عزيز أو بذل دليل وسينتشر دين الله الذي شاءه لعباده لكن هل أنا وأنت من المنصورين ومن الناصرين أم أننا فقط نلوم الليل والنهار دوم أن نكون نحن الذين نبدأ بإصلاح أنفسنا وقفات قبل ختام الحديث عن المعية أول وقفة أيها الأحباب هي من تهيت به على كل مؤمن أن يراجع معيته مع الله أن يكون الله معك يقيناً لا شك فيه لا تجرب أكون مع الله أها أنظر هل الله سيكون معي عبودية الله ليست على التجربة وعبودية الله ليست على المقايضة وعبودية الله ليست على التجريب عبودية الله على التحقيق كن معه يكون معك وإذا تخلفت عنك معية الله فراجع معيتك أنت لله اتهم نفسك إذا تأخرت عنك الهموم ما خرجت الديون ما قضيت قد تبقى مديناً حتى تموت وأنت سعيد من شرح الصدر محمد بن عبد الله مات ودرعه مرهون لكن الضيق اللي يشعر به بعض الناس الحزن الاكتئاب القلق التوتر الخوف الحزن ما تلاحظون أن الحزن قد ضرب بأطنابه في قلوب كثير من الناس حزن دفين تنظر في قسمات وجوه بعض الناس في حزن لماذا هذا الحزن يا أبا فلان يا شيخ كل ما قلنا يمين طلعت يسار كل ما أردناها تعتذل انقلبت وعوجت يا أخي والله إن هذه الدنيا الله يعيننا عليها بس ما تلاحظون هذه الكلمات السلبية يا أخي الله وبعدين يطلق الأزارير هذه يطقها في ذلك يظنها بتنفرج إذا فتح إزرار ثوبة وانفرجت الهموم وتجد ما شاء الله هو يخرج لك من صدره هواء حار ساخن آهات لو خرجت على جدي لشوته وبعدين ولا تغير شيء يا أخي الحبيب عندما أنت تقول آه ولا تقول يا الله تضيع قل يا الله مو بيا آه لأن الذي بيده تفريج كربك هو الله لا بد أن تعتصم بالله أن تكون مع الله أحبابي والله إن المنهج الذي إذا تمسكنا به لن نظل ولن نخاف لن نخاف الحبيب قال لأبي بكر لا تحزن طيب لم أحزن يا رسول الله والصيوف أنظرها والأقدام عند الباب طبعا تقرؤون في كتب التأريخ وبعض السيار أن هناك عنكبوت نسجت وأن غراب قد وضع بيضه وهذا غير صحيح كل هذا غير صحيح ولم يثبت في السنة اللي ثبت أن أحدهم كاد يبول قريبا منهم ما علم أنهم أمامه والثاني وقف يتلفت وهم تحت قدميه لأن غار ثور صدع في جوفه صدع نازل في الجبل ليس صدع عالي في الجبل لأن الغور تختلف والكهف تختلف قال يا رسول الله بس هو ينظر يبحث عنه هكذا لو نظر هكذا لرعانا اللي خلاه ما ينظر هكذا هو الذي خلق العيون اللي في راسه الله يرزاك خير وهو الذي أمره لذلك كن معه فلا تحزن أقول لكل حزين لكل ضائق لكل مكتئب لكل من ذهب عند الرقاة يريد رقية وعند الطباء النفس يريد علاجا محزون والله إن أحزانك ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا العظيم الذي جده لا ينفع جد أحد من الخلق ولا قدر أحد هذا العظيم ما علاقتك معه؟ علمني ستين في المئة إذن السعادة عندك في حياتك ستين في المئة علاقتك أربعين في المئة معه إذن ستين في المئة شقاء أربعين في المئة بعض الفرح ولذلك تلاحظون بعضا يمر عليه الفرح في الأسبوع يومين يوم ساعة ربع ساعة وبعضنا شارب سط الليمون حياتك كلها حامضة لا يبتسموا حياته الضيق وحياته الأحزان هذه علاقتك تحتاج إلى برمجة وإقلبك يحتاج إلى فرمته ويحتاج إلى تحميل برامج هذه تعبيرات الحاسوبية أنا لست من أهلها ولكن شبابنا يفهمونها حمل برامج المعية إذا حملت برامج المعية مع الله تنقلب الحياة عسدا وتنقلب ربيعا وتنقلب الحياة سعادة لأنك بجوار من بيده أن يقول للشيء كن فيكون كن فيكون لذلك أحبابي لا خيار لا خيار لمن أراد الهناء والسعادة في الدنيا إلا أن يكون مع الذي خلق الدنيا والآخرة إلا أن يكون مع الله بطاعته بتقديم مراده بعدم عرض أوامره على عقله بسرعة الاستجابة له يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فوالله من لم يستجب لله فليس مع الله ووالله من لم يستجب لله فهو ميت ولو كان حياً لأن الله قال إذا دعاكم لما يحييكم فالذي لا يستجيب ميت ولو كان له عينين ولساناً وشفتين الوقفة الثانية مع المعية أن الله كتب الأحزان في هذه الدار واعلم أنه إذا أحب عبداً أصاب منه وإذا أحب عبداً ابتلاه لكن الفرق بين عبد يعذب وبين عبد بالبلاء وبين عبد يكرم بالبلاء أن المكرم وهو مبتلاء يأخذ الله عيونه ويأخذ ماله ويموت ابنه ويحترق متجره وتموت زوجته ولا زال يحبه الله نعم لأن له منازل في الجنة لا يصلها إلا بالصبر له منازل في الجنان لا يصلها إلا بالصبر هذا الفرق معه وهو يبتليه نعم وقد يجتمع الإبتلاء مع المحبة والمعية في رجل واحد في مؤمن وامرأة أو رجل نعم يحبه ويأخذ أبناءه أما رأيتم محمد عليه الصلاة والسلام مات جميع أبنائه كلهم قبله إلا فاطمة لحقت به رضي الله عنها بعد ستة أشهر والله لقد جع والله ظلم والله إنه بكى والله إن السلا وضع على ظهره والله لقد خنق وبصق في وجهه صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار والله يحبه وهو معه هو الذي قال بعد أن خرج من مكة بعد ثلاثة عشر سنة من العذاب والآلام بعد ثلاثة عشرة سنة من الآلام يقول إن الله معنا نعم إن الله معنا طيب ألم يكن معه يوم أن آذاه الكفار من يوم أن عذبه الكفار يوم أن طردوا أصحابه الكفار يوم أن خرج من مكة إلى الطاعف أليم يكن معه بلا معه كيف نجمع بين البلاء والمعية الله إذا أحب وكان معك أحياناً لأنه يريد أن يخرج منك طاعات وعبادات لا تخرج إلا بالضراء وفي عبادات تخرج بالسراء فإذا أحبك يعطيك بلاء لحتى ترتقي عنده ولذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب ولذلك الوقفة الثانية من معاني المعية أن يكون الله معك وقد يبتليك طيب معي ويموت أبنائي نعم وأخسر في تجارتي نعم وتقطع قدمي نعم ويصيبني السكر والضغط نعم وجيني جلطة نعم وأطلق امراتي نعم لأن الله يريد أن يسمع بعد ذلك قولك بعد أن أخذ وقد أعطى هل أنت في العطاء والأخذ سواء أم أنك تضجر إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين الله يجعلنا وإياكم من المصلين القانتين لذلك أيها الأحباب من كان الله معه فقد يبتليه لكنه ابتلاء محبة ليس ابتلاء عذام الوقفة التي بعدها قول موسى وهو يخوض البحر وينفلق البحر بين يديه والكفار وفرعون الأمة خلفه إنه رسالة للظالمين على كوكب الأرض كلها كل ظالم أقام مآتم الشعوب وكل ظالم هجر شعبه وقتل أولياء الله في الشام أو في غير الشام في فلسطين وفي غير فلسطين من بلاد العالم في منمار في أفريقيا الوسطى في غيرها من بلاد فيها مسلمين وأقليات الظلمها الذين يعيثون في الأرض الفساد ويسيلون دماء عباد الله نقول وما هي من الظالمين ببعيد إن من تقتلونهم أولياؤه وإذا قتل أولياؤه غضب وإذا غضب عذب وإذا أخر فإنه لا يهمل إذا أمهل فإنه حليم لا يعجل لكنه إذا آخذ الظالم لا يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة لذلك رسالة يوم عاشراء وهو يوم الغد بإذن الله رسالة للظالمين في العالم إن الذي بطش بفرعون هو الذي بطش بالنمرود هو الذي بطش بصناديد مكة هو الذي بطش بمن عاد أولياءه هو الذي نصر محمداً في بدر هو الذي كان معه في الغار إن الله معنا سيكون مع المؤمنين ويل للظالمين إذا جاء يوم القصاص إذا أتى يوم القصاص فويل لهم ثم ويل والدرس اللي بعده إياك يا عبد الله أن تملي على الله كيف يصنع بالظالمين عيب عيب تقول يا ربي ليه ما ليه ما تغرقهم حتى في الدعاء بعضنا إذا دعا اللهم جمد الدماء وزلزل الأرض لا تدعو إلا بالدعاء المجمل اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم اللهم أحصهم عددا كما دعى الحبيب لأن الظالم كيف يموت من كان يتصور أن النمرود بن كنعان الذي قال أنا ربكم وقال إني أحيي وأميت وما وقف هرطقاته حتى قال له إبراهيم إن نشتاه إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي به من المغرب من كان يظن أن النمرود الظالم الذي حكم أرض العراق بالظلم والجور والجبروت أن يموت ببعوضة بعوضة بعوضة لا تزن واحد قرام بعوضة هلك بدخولها من حقارة الظالمين أن الله يؤدمهم بأمور لا تعلمونها ولا تتصورونها من كان يظن أن الله يهرك فرعون بالماء بالماء الذي كان يفتخر به طيلة الأعوام أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته فأجر الله الأنهار من فوقه وأغرقه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت احتقار ولكنه قد انتهت المهلة مات بالماء الماء الرقراق السيال اكسير الحياة يا الله من فضلك الماء أيغرق أيهلك إن لله جنود السماوات والأرض فإذا أراد الله أن يعدب ظالما وأن يرغم أنف ظالم فله جل وعلا كل شيء وملكوت كل شيء وله خضعت من في السماوات والأرض وما بينهما لكن الرسالة اللي بعدها لا نشترط على الله كيف يهلك الظالمين ولا متى يهلك الظالمين لكن ينبغي أن نكون نحن مع رب العالمين حتى يهلك أعداءنا ولذلك الله جل وعلا أهلك عدوهم وامتن موسى على قومه من بني إسرائيل أن الله يورتهم الأرض أورتهم الأرض وكانوا فيها أذلة وكانوا فيها صاغرين وكانوا مستضعفين لكن السؤال الذي بعده وهي الوقفة أن الله جل وعلا من كان الله معه وقفة مهمة سيرى بركة في حياته ونورا في حياته ما تلاحظون بعضنا أقلنا راتبا هو لكن نفسه مطمئنة وجهه الرضا بعضنا سعادته أن يجلس على الكورنيش وبعضنا سعادته أن يجلس في الحرم المكي فلا يخرج بعضنا سعادته أن يفتح الواتس وتويتر والفيسبوك وبعضنا سعادته ما يعرف هذا كله أن ينشر المصحف فيقرأ كلام ربه أي السعادتين خير وأيهما مع الله اللي يحب أن ينظر بعضنا سعادته أن يمشي مع بعض الذين يضحكونه وعندهم من الدعابات وروحهم مريحة فيضحك هذا ويضحك عليه هذا لأن بعض الناس يضحكونك ويضحكون عليك كل الثنتين ودائما ما يضحكونك اللي يضحكوا عليك ولذلك بعضنا يفرح مع المهرطقين الضاحكين لكنه ما يضحك مع عباد الله الذين يذكرونه رب العالمين كن مع الله فإن النور شلالات الألم شلالات الألم ودروب الهم والغم والضوائق والأمراض والديون والأحزان والبكاء كلها تدفن تحت قدمك إذا كنت معه جل وعلا أخلو بالله وفي درس من الدروس تحدثت عن الخلوة بالله وفي درس من الدروس تحدثت عن الخلوة بالله نبكر للشرب نبكر للجمع نقوم أواخر الليل نناجيه نجلس بين الصلاة والصلاة نتلو كتابه وندعوه كونوا معه ليكون معكم فوالله إن بلسم الحياة وأختم بهذا إن بلسم الحياة في هذه الحياة الدنيا التي نحن فيها بلسمها علاجها ليس في الصيدليات ولا في أن أحده الله أخي اتق الله واصبر إن الله مع الصابرين بلسمها أن تحقق المعية لله فتكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لتكون مع الله رب العالمين اللهم اختم بالسعادة آجالنا وارزقنا معيتك يا رب العالمين واغفر لنا ما مضى وكان من ذنوب وآثام واجعل غدا صيامنا له كفارة للعام الذي قبله يا أكرم الأكرمين وارحم كل نفس مؤمنة ما أدركت هذا اليوم العظيم وأعطهم ما أعطيت السائلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد لكي يصلك كل جديد اشترك في قناة ترجمة نانسي قنقر شكرا